السلام عليكم البلايليست دي ستكون لحكاية قصة الإسلام السياسي من الأول تماماً ودراسة تأثيره في السودان بالتحديد وفي العالم الإسلامي والناطق باللغة العربية في العموم وأكيد كمان تأثيره على باقي العالم ما كمان إحنا عايشين مع ناس في الكوكب ده وأفعالهم بتأثير فينا وأفعالنا بتأثير فيهم طيب من الأول كده وبالواضح ما بالدس أنا مسلم ومختلف مع الإسلام السياسي والاختلاف ده ماسر وما محتاج يا زكاء خرافي عشان تعرف إنه الإسلام السياسي بكله أشكاله ده ما توجهي إطلاقاً بل بالعكس ويكانني أشن عليهم الحربة من هذه القناة لكن الحرب على الأفكار وليس الشخصيات بل حتى الشخصيات أنا بقسمها لأتباع وأئمة يعني الناس العاديين زيه وزيك دي الناس طيبين وأنا ما عندي معاهم مشكلة أنا مشكلتي مع الناس اللي بتطلح في التلفزيوناته على المنابر ديل وبيتكلموا كأنهم رسل الله لإصلاح المجتمع فهذه الحربة المكسود بيها الرؤوسة الكبيرة والأفكار الأساسية والاختلاف مع الإسلام السياسي ده حيكون طابعة الفيديوهات في كل البلايست دي لكن وهنا عايزك تنتبه كويس شايف يا أخينا الإسلام السياسي ده أصلاً ما يسمو إسلام سياسي ده يسمو السلفية السياسية واللي هو بتيج ينبه طوالي كده السلفية الوعظية ومعاهم في نفس البكية السلفية الجهادية وذهل كلهم أنا ضدهم ومختلف معهم تماماً وعشان الفكر توضح أكثر خلينا نسميهم السلفية اليمينية الدينية بنفس القدر أنا بأختلف تماماً معناتك هذه السلفية اليمينية وهو السلفية التحرورية اليسارية أو الوليد الغير الشرعي لهذه السلفية الدينية يعني الناس اللي يبكرها للسلفية الدينية دي خلت كل همه في الحياة تطبك سلفية من نوع آخر سواء عن طريق أفكار سياسية علمانية أو عن طريق عقائد الحادية وزي ما السلفيين اليمينين المتذينين دي عايزين يشيلوا خلاص التجارب في المنطقة العربية في الماضي ويسقطوها على السودان مع أن نشوف حكمة ربنا السودان عمري ما شارك سياسياً في تاريخ المنطقة دي لكن نقول عادي من حقهم بنفس الكيفية حللقى أن السلفيين الياساريين دي عايزين يجيبوا خلاص التجارب في أوروبا ويسقطوها على السودان مع أن المفروض التجربة السياسية الناجحة بتكون عن طريق دراسة المجتمع المعين ودراسة الناس المعنيين بالتجربة السياسية دي لكن برضو نقول عادي حقهم لكن كمان أنا من حقاكم مختلف مع السلافية دي يا مينية ولا يا سارية والقناة دي بصورة عامة لنقض الفكرة السلفي وكل بلايليست حتناقص سلافية معينة من دي والبلايليست دي تحديدا لعرض تاريخ الإسلام السياسي السلفي براو كده رحلات في كوكب الإسلام السلفي واللي حنسافر فيها مع بعض ونشوف مكتوب شنوف الكتب بل كنا محكم بها فكريا متشريعيا السنين الفاتر دي كلها وخليك عارف يا صديقي السلفي الإسلام السياسي اني كان ممكن عبر عن الاختلاف ده بطرق النقد والتجريحة المعروفة ما انت في الاخر ما طالب نيشي ولا أنا مطلوب مني أراع إليك في طرح أفكاري لكن أنا بشوف انه ده الحل الساهل والغير مفيد فأنا شفت انه الحل المفيد اني أطرح لك وجهات نظري وأوريك كيف أنا توصلت لعدم جدول فكرة الإسلام السياسي بعد أن كنت مؤمن بضرورة عودة الخلافة الراشدة وده حصل بعد ما قرأت نفس اللي انت بتقراوه لكن برؤية مختلفة رؤية مختلفة خلتني أوصل لنتيجة انه الفكرة الإسلام السياسي ده عبر التاريخ هو أكتر شي أثر في العقل العربي الإسلامي المتذين وغير المتذين وكمان بشوف انه الفكرة الإسلام السياسي ده هو سبب تخلف العقل العربي والإسلامي نفسه وهنا خلينا أقول لك يا صديقي المشاهد انك قد تكون صاحب خلفية سلفية أو قد لا تكون لكن في الحالتين أنا بشوف انك حتستفيد من مواضيع النقاش في البلايليست ده لأني مثلا حشرح الفرق بين الإسلام التأسيسي والإسلام الإجرائي يعني الإسلام المحمدي القرآني والإسلام العربي الأماوي البدوي وبس لو عرفنا الفرق بين الاتنين ديال سبتقني حواراتنا حتختلف وحنقدر نصل لأرضيات مشتركة أكتر عشان كده البلايليست ده حبدها بحلقتين سريعات عن فترة وجود النبي كحاكم بين الناس ومن القرآن حنشوف ملامح حكمه كيف كانت وما هي الأساسيات التي كان مرتكزا عليها من يوم بحثته إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي وبعد فترة النبي بتبدأ مرحلة الاكتهاد البشري واللي معروف إن فيها البشر يخطيون ويصيبون لكن حنتشف إنه كمان في بعض البشر يضلون ويرتكبون البلاوي فعشان كده حتكلم بسرعة عن فترة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين لكن حركت شوية على موضوع الفتنة الكبرى والفتنة الكبرى طبعا هي الحرب التي كانت بين آخر الخلفاء الراشدين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان ومن معاوية ده تحديدا حتبدأ رحلتنا في كوكب الإسلام السلفي السياسي لأنه معاوية كان أبو الواحد يغير مفهوم الشورى لمفهوم التوريس الملكي واللي بعد ذاك في العصر الحديث بقى التوريس الحزبي وكمان لأنه معاوية ده كان السبب وراء تفشي أفكار السلفية بكل عنواع وهو السبب وراء انتصار الفكرة السلفية على كل الأفكار الأخرى وخصوصا طبعا التوجهات اللي كانت بتدعو لاستخدام العقل ومساءلة الحاكم فمعاوية بعد ما عمل الانجلاب بتاعه على الحاكم المنتخب والمبايع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأ يأسس لمفاهيم كله هدفه منا كان إنه هو يسبت حكمه وحكم أولاده من بعده المشكلة إن المفاهيم دي بدأت تتطور مع الزمن وتكتسب قدسية لأنه السلاطينة الجبعة المعاوية كانت تفضلوها برضو طبعا تحت شعار اللي بتحكم بيهو العب بيهو المفاهيم دي أنا جمعتها وسميتها نموذج معاوية تيمية للحكم المستبت والنموذج دي أنا هشرحه في السلسلة الثالثة في البلايس دي واللي هي على عكس السلسلة الأولى والثانية عن حياة النبي وحياة الصحابة واللي هيكونوا قصيرات دي هتكون طويلة جدا وحنفصل فيها وحناخد راحتنا في التفصيل ليه؟ لأنه المفاهيم الموجودة في النموذج دا هي نفس المفاهيمة اللي بيستخدمها كل السلفيين من زمن معاوية لحد آخر واحد فيه ولأنه المفاهيم الموجودة في النموذج دا هي اللي بتشكل تفكيرنا والحقيقة كمان مشكلة ديننا فحنفصل تشكل النموذج دا في ثلاثة فترات فترة الأمويين فترة الإمام الشافع فترة ابنه تيمية وبعد ما نشرح نظريا كيف تشكل نموذج معاوية تيمية للحكم المستبدة حنخش في تطبيقاته في العصر الحديث حناخد تطبيقه في باكستان على يد ابو الأعلى المودودة ومحاولة تطبيقه في مصر عن طريق سيد قضي وحسن البنة وطبعا تطبيقه في السعودية عن طريقة الوهابيية وبالتأكيد تطبيقه في السودان عن طريق حسن الترابي وعمر البشير تراسة الإسلام السياسي وتاريخه مهم عشان نقدر نعرف كيف تطورت مفاهيم تشعارات على شكلة هي لله هي لله أو ما يسمى بالفنكوشة الإسلامي من معاوية لحسن الترابي ولهي دائما السلاطين دي اللي بيجي معهم عالم سلطان طبعا عشان نسهل عليهم عملية السيطرة على المجتمع عن طريقة الفتاوى الشرعية المشكلة بيجت إنه الفتاوى الشرعية دي عبر الزمن تحولت لغريقة تفكير وطريقة التفكير دي بيجت عادات وتقاليد والعادات والتقاليد دي أثرت في المسلمين وغير المسلمين يعني مثلا أنا عايزة لك سؤال القضاء والقدر فكرة تجعلنهم شنو؟ هتلقى إنه أغلب الناس معتقدة في القضاء والقدر بمفهوم إنه كل حاجة مكتوبة سلفا وإحنا مجرد بنحقق فيها ولو سألت ليه غالبا ما حيرف يجاوك ولو جاوب ليه حيكون باستخدام بعض الآيات المقطوعة من سياقه لكن هل تعلم يا صديق المشاهدي إنه فكرة حساسة زي القضاء والقدر دي اللي زرعها بالطريقة دي في عقولنا معاوية بن أبي سفيان عشان يمرر عملية انقلابه على الحاكم المنتخب باحتبار إنه دا قدر كان مكتوب أساسا يعني والت المفروض تقبله ولا عايزة تحترض على قدر الله؟ فدراسة مفاهيم مصنوعة سياسيا على شاكلة القضاء والقدر هو الهدف من البلايليست دي وغيرها أمثلة كتير ربنا يقدرنا نقدر نلمع ونعرضها على الناس عشان نفكر فيها مع بعض ونجيب على السؤال الخطير هل يا صديق المشاهد الإسلام دين ودولة؟ ولا دفن كوشي إسلامي ومن مقرجات نموذج معاوية تيمية؟ كمان عايزين نشوف هل الآيات اللي بيستدلوا بالإسلاميين على وجوب الحكم الإسلامي شرعا يعني زي دي هل دي آيات كاملة؟ ولا جزء من آية مقطوع من آية؟ والآية دي مقطوعة من سياقة والسياق بتكلم عن شي مختلف تماما وما عنده أي علاقة بالدولة الإسلامية بتاعاتهم دي يعني فتابع الفيديوهات على البلايليست دي عشان تعرف وشاركنا بأفكارك في التعليقات أمل لايك وسبسكرايب طبعا وشوف الفيديوهات المقدمة في كل بلايليست عشان تعرف البلايليست بتتكلم عن شنو وخش صفحة الهوم ويتفرج على حلقات دستور القناة عشان تعرف أكتر عن المشروع والسلام عليكم